السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما وعدتكن يا غاليات سلسلة خفيفة لطيفة نأخذ الأحاديث نشرحها باختصار ونضربها على واقعنا لنرى هل سنستطيع تطبيقها هل سنفهم جميع أحاديث النبي لن نموت بإذن الله إلا وقد قرأنا وفهمنا وسمعنا كل ما صح عن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحببت أن أبدأ هذه السلسلة بأعظم حديث رواه الإمام البخاري ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة أكثر الناس سعادة لن يكون أحد أكثر سعادة من هذا الرجل من هو يا رسول الله أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه ومعنى أسعد الناس أي أكثر الناس سيكون فرحا وسعادة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يقول لا إله إلا الله لكن أن تقوليها خالصة من قلبك مستشعرة بها مصدقة بها موقنة أنه لا معبود إلا الله ولا معبود بحق سواه أن الله هو الخالق الرازق المحي المميت أن الله عز وجل هو المتفرد بالألوهية والعبادة فلا يصرف إلى سواه أي عبادة ولا دعاء لا يرتجى سواه ولا يدعى إلاه لا تلتجئي ولا تدعي ولا تخافي سوى ربك فإذا قلتي لا إله إلا الله أتيتي يوم القيامة وكنت أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بل قد تخرج لك بطاقة حين تخف حسناتك وتثقل سيئاتك فيقال بقي لها بطاقة فتقولي ما تصنع هذه البطاقة فإذا بهذه البطاقة مكتوب لا إله إلا الله فتوضع في صحيفة الحسنات فتطيش صحفة السيئات وتدخل الجنة فقولي لا إله إلا الله خالصة من قلبك موقنة بها مصدقة بها فلعلها تكون سبب سعادتك بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم فلا إله إلا الله مفتاح الجنة رزقني وإياكنا قول لا إله إلا الله صدقا وإخلاصا من قلوبنا فيتقبلها ربنا بحوله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته